في ذاك الوقت حضرتك كنت أحد مسؤولي جريدة الوطن استقبلت إزاي البيان؟ ووجت نظرك أنت كيف كانت مصر قبل البيان وبعده؟ يعني طبعاً مصر قبل البيان كانت متأهبة ومنتظرة وعندها أمل وعندها رصيد كبير من الرفض الإخواني من رفض الإخواني وأنا بالصدفة لسه مبارح أنت عارف الفيسبوك بيجيب الزكريات كده فكنت كاتب أن الساعات القادمة ستحدد إما أن تضيع مصر للأبد أم نحتفل بالذكرة هذه للأبد أيضاً فإما أن تضيع مصر أو نحتفل بهذه الذكرة فالحمد لله أن ربنا كرمنا وبقينا نحتفل بهذه الذكرة لأن فعلاً مصر كانت على يعني كان فيه برضو هذا السيناريو الناس كانت بتتراحوا أن احنا ممكن كنا نضيع ممكن كان يحصل يعني اقتتال ممكن يحصل حرب أهلية ممكن يحصل وخاصة إحنا مع تنظيم مش تنظيم سياسي ولا هو تنظيم ديني من وجهة نظري هو تنظيم يستخدم السياسة والدين لكنها تنظيم إرهابي بجدرة وإحنا شفنا اللي عملوه بعد الثلاثة السبعة فكان يوميها منتظرين البيان والناس كلها مش عارفة محدش كان متخيل لأن حتى بعد كده تقلنا أن حصلت مناقشات في الاجتماع بتال الثلاثة السبعة هل يجرى انتخابات مبكرة أم يمشي مرسي نهائياً ده كان محل جدل والشباب كانوا متمسكين أنه لازم يمشي نهائياً الشباب تبرر فما حد شقدر يقول أنه كان عنده علم بشيء وحتى الرئيس في مرة من المرات تتكلم أن البيان لم يتطرك إلى الإخوان لم يأخذ بينهم موقع بل بالعكس اللي أنا عارفه أنه الإخوان دعيوا بعد كده ودعيوا في هذا الاجتماع ودعيوا في اجتماعات أخرى للحضور وللمشاركة والحضور لكن هم أبوا لأنه هم كانوا مرتبطين بأجنتة خارجية كان هم في وقت ملاقات من وجهة نظري الإخوان أدركوا أنه هم رهنهم على الشعب خاسر فكان رهنهم على الخارج أنه هم يبينوا أنه فين كلاب أو يحاولوا أنه فين كلاب أو غير ذلك وبدليل أنه لما حصلت أحداث الحرس الجمهوري حاجة غريبة جداً أنت في مصر تحصل أحداث فيطلع ناس من نقابة الأطباء يطلعوا يعملوا مؤتمر بالإنجليزي عشان يشرحوا إيه اللي حصل طيب أنت بتخاطب مين بالإنجليزي بره أنت بتخاطب بره وأنا قلت رأيب أنه كان فيه تقرير طلعته الحكومة البريطانية سنة 2015 من ضمن ضد الإخوان وكانوا مفودي يكملوا عليه ما عرفش يكملوش عليه ليه فمن ضمن الحاجات المآخذ اللي واخدين على الإخوان أنه خطابهم بالإنجليزي باللغة الإنجليزية خير خطابهم باللغة العربية يعني أسام الحديد كان يكتب حاجات باللغة الإنجليزية بيانات غير خطابتهم يعني خطابتهم باللغة العربية تهديد ووعيد وخطابهم باللغة الإنجليزية ناس بطول ديمقراطية ورؤاء يعني ومعنهم ركا أو مظلومين وغير ذلك